موسيقى بالقطع احنا طلعنا على ملامح المشروع السوداني و بنسمينه و نؤيده و ندعوه لكن الحقيقة انا لها وجهة نظر في العزمة من منطلق احساسي بخطورة ما يجري في السودان وخطورة اي اثر سلبي يمكن ان يحدث على الشعب السوداني لانه بالقطع هنصرف الينا شئنا ام ابينا فالامن القوم المصري يبدأ جنوبا من السوداني كما يبدأ شمالا وشرقا من فلسطين و الشام بكل تفصيلاتها امننا غربا يبدأ من المغرب العربي وشرقا يبدأ من الخليج العربي ما فيش خلافة هذا والامر العربية مستهدافة استهداف منظم و انا مش شايف انه ما يجري حول الثورة الشعبية في السودان من محاولات الاتفاف حواليها او محاولات تشويها او محاولات خروج بها عن الصف تقتضي بدنا احنا نستوعب الدروس القديمة الدروس اللي احنا مرنا بيها في مصر او في مختلف الوطن العربي الملحوظة اللي تسبق رؤيتي هو ضعف الحضور العربي في الوساطة او غياب الحضور العربي في الوساطة يعني الحقيقة انا وانا بأرى البيان وانا بكتب الوساطة الاسيوبية انا مش سعيد بهذا لان كنت اتمنى ان تكون وساطة وساطة عربية جمع الدول العربية وساطة مصرية وساطة اي دولة عربية اي شقيق عربي اي مؤسسة عربية اي منظمة عربية كان هي الاولى بانها تحدث هذا عدم وجود الثقة بين الطرفين الثقة العربية بين طرفين الوساطة ده شيء يحزننا جميعا ويقلمنا وما يسعدناش لكن اللي يسعدنا انه يبقى في اتفاق ومدومنا قد وصلنا الاتفاق الحمد لله يبقى الدرس الاهم من وجهة نظري انا للازمة انه انا شايف انه فيه مصارعة للبنيان الانتخابي على البنيان الدستوري وده المأزق اللي اوقع الثورة المصرية ثورة يناير في مأزق الاستحواز والسيطرة والهيمنة كان لو انا اذكركم بما كان يحدث ده ما قامت الثورة وقبل ان تجرى اول انتخابات رئاسية كان فيه اصرار على اجراء الانتخابات قبل الدستورة وكان فيه ازمة احنا كنا من اكثر المنادين نقابة المحامين وانا شخصيا شخص المطاطع كان يصر على الدستور اولا لانه البنيان الدستوري هو الهحمينة ولا يقدم منه انما كان البنيان الانتخابي هي الحسابات الانتخابية الان والحسابات الانتخابية الان هي مؤقتة بالحال اللي موجودة وبالفورة الموجودة داخل الساحة اللي مطلوب لها العمل جرى الاستباق وأصروا على انهم يجروا الانتخابات وان ما يصفر عنه الانتخابات يعمل الدستور فخرج الدستور معبر عن نتيجة الانتخابات التي لا تعبر عن الواقع الحقيقي فخرج دستور لدولة غير مدنية لدولة دينية لاستحوذها لصالح تيار ولصالح فصيل اوقع المصر في مأذر شديد جدا ولولا من ثور الثلاثين يونيو والاحتشاد الشعبي من اجل التخلص من المشروع ده كنا دخلنا في غياهب الجب بلا رجعة تجربة انك تطلع دستور من الواقع السودان الان السودان الان فيها جامعات مصرية في جامعات سودانية فيها محاكم وقضاء فيها نقابات فيها هيئات مدنية فيها احزاب سياسية فيها اطياف مختلفة لماذا لا تشكل جامعية تأسيسية يظهر يا قرار من المجلس السيادي يختار فيها او يعين فيها بغير اسماء رؤساء هذه الهيئات المختلفة لتضع دستور السوداني رؤساء هذه الهيئات بالقطع مش بيمثله فصيل بعينه ولا طيار بذاته وانما بيمثله التنوع السوداني الموجود ودول يضع دستور للسودان يحدد ملامح الخطوات القادمة وكيف نبدأ بالاتخابات وكيف تجري وكيف يكون النظام رئاسي ام برلماني ام مختلط كيف تبدأ الخطوات المختلفة لانه دون البنيان الدستوري اعتقد ان التجربة هتبقى معرضة لمخاطر شديدة ربما تكون مشروع الوسيق الدستوري حل وسط في الموضوع لكن حل وسط من وجهة نظري لا يكفي انما الحل الذي يمثل الحد الادنى لضمان نجاح هذه الثورة اللي احنا بنتمنى نجاحها واستقرارها هو الدستور اللي بهيئة تختار له من غير انتخابات لانه رؤساء الهيات الخبائية موجودين رؤساء الحزاب موجودين رؤساء النقابات المهنية منتخبة موجودة رؤساء الجماعيات الاهلية والمنظمات المختلفة موجودة رؤساء الجامعات موجودين ما فيش يعني حقيقة لا ينقص السودان لا الكفاءة ولا المهارة ولا الوطنية ولا القومية ولا الانتماء بالبلد ولا الحفاظ عليها من خلال هذه النقاب اللي موجودة اللي نقدمها علشان تضع دستور يستفت فيه الشعب السوداني كله إن وفق عليه أصبح دستور أصبح المجلس السيادي أو أيها كان مسمى ملتزم بتنفيذ خطوات الدستور المختلفة لتعود السودان أو تأخذ السودان مجراها وخطاها طبعا ده رؤيتي التي أرى أنها يعني أتمنى أنها تبقى رسالة لأخواننا في السودان وأتمنى أيضا أن تكون رسالة مسموعة أو متفهم تفاصله قبل أن أختم حديثي أنا يعني مش حابب أخفز على حدث إحنا كنا بنعد له مع نقابة السودان وهو توأمة مهنية لإعلام ميلاد محامات ودنيه بين نقابتين مصر وسودان أخرها أو أخر خطوة فيها هو الحدث الحالي وما يجري في السودان من قبايا نرى أنها الأهم فنقدمها لكن إحنا هنعد بعد ذلك هذه الوثيقة وهذه التوأمة وهذا الإعلان لميلاد المحامات ودنيه بين المحامين السودانيين والمحامين المصريين بتفصيلات كثيرة سوف نعلن عنها في توقيتها وفي منامها أعتقد أن احنا غطينا كل الجوناب المتاحة وإن شاء الله لو فيه جديد هنعقد لقاء جديد ونتمنى أن احنا نعقد في الخرطوم مؤتمر نحيي فيه الشعب السوداني على استداد إرادته وحريته ودستوره ووطنه واستقلاله شكرا لحضرتكم شكرا لحضرتكم